وداعا يا موطني بهذه الكلمات علق زعيم التيار الصدري على وثيقة تناقلتها وسائل إعلام أمس الخميس نسبت إلى نائب رئيس ميليشيات هيئة الحشد الشعبي أبو مهد المهندس طلب فيها تشكيل مدرية للقوة الجوية تابعة للحشد يديرها بالوكالة صلاح مهدي حنتوش الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2017 وعلى رغم نفي المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياب تلك الأنباء إلى أن المخاوف تتزايد في العراق من أن تكون هذه المرحلة الأخيرة لتحويل الحشد الشعبي الذي اكتسب صفة رسمية مؤخرا إلى نموذج طبق الأصل عن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي مع الحفاظ على كيان الحشد المستقل على الجهات السياسية أن تعمل داعم للجيش العراقي وليس داعم للجهات أخرى ومن يعمل على إضعاف الجيش في هذه المرحلة فأكد لك أن هناك أجندات خارجية يعمل على وضع خطوات استباقية لتنفيذها مستقبلا علينا قطع الطريق أمامه وعلى سادة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم أيضا أعود إلى السيد القادر عام القوة المسلعة أن يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة أو يعلن إعلانا أنه لا يستطيع أن يكمل مشواره ويعطي ازمام الأمور المبادرة إلى شخص آخر يذكر أن تلويح الصدر ببراءته من الحكومة ما لم تتخذ إجراءات صارمة جاء رغم ترحيبه في يوليو الماضي في قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دمج فصائل الحشد الشعبي في القوات المسلحة النظامية